Diagnosis of Aplastic Anemia محتاجين عينة مهمة جدا من البومارو عشان نأكد ان سبب البان سيتوبينيا في البريفور بلود هو Aplastic Anemia في العينة دي تمكن تقول عليها Aspiration سحب لسائل النخاع العظمي Aspiration بايوبسي أخذ عينة من نسيج النخاع العظمي العينة بتاعتي بتخترق الجلد يعني الإبرة بتاعتي بتخترق الجلد Skin وعندين Subcutaneous ما تحت الجلد اللي هو الجزء الفاتح اللي هو لونه أصفر ده وعندين بتدخل بعد كده للجزء اللي هو Cortex اللي هو الجزء الفاتح ده اسمه Cortex أو Cortical Poon واضحة هنا في الصورة دي وعندين بعد كده الإبرة بتدخل إلى داخل النخاع العظمي زي ما تشايفين كده وسط خلايا الخلايا هنا برضو واضحة وعندين دخلنا في المرة العملية دي بعد كده بنسحب بقى العينة بتاعتنا بتسحب زي ما تشايفين كده طبعا عشان تتم العملية دي لابد يكون في الأول يعني فيها احتياطات متاخدة لازم يكون المنطقة بقية المنطقة اللي مش هاخبين العينة بتغطي ولازم يكون المنطقة اللي هو فيها العينة دي متعقمة كويس يبقى أول خطوة التعقيم طيب وطاني خطوة متخدرة كويس أنافيزيا أنافيزيا هنا تبقى لوكل تخدير موضعي بعد كده بسحب عينتي زي ما تشوفته كده بعمل منها زي البريفرال بلاتسميل والذات أفلام بتفرج عليها تحت الميكروسكوب بلاقي فعلا البوم مارو هيبو سيليولر يعني الخلاوية بتاعته الليلة جدا بلاقي فيه نقص في الريد مارو لما قلنا وإنكريز في الييلو مارو أو الفيت